عند كل عملية شراء نستلم فاتورة لكن بعد عام 2018 صارت الفاتورة فيها عناصر ضرورية لازم نلقاها فيها سنة 2018 كانت السنة اللي تم فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات فلذلك هناك سبع أشياء لازم نلقاها في كل فاتورة ضريبية لما نشتري أي شيء واحد لازم تلقى كلمة فاتورة ضريبية لازم تكون مكتوبة بشكل واضح وصريح على الفاتورة اثنين يكون فيها الاسم والعنوان الخاص بالمشروع التجاري اللي مسجل في النظام الضريبي ثلاثة يكون فيها رقم التسجيل الضريبي أربعة لازم يكون فيها تاريخ اللي هو تاريخ إصدار الفاتورة خمسة لازم تضم مواصفات السلعة أو الخدمة وإجمال السعر والمبلغ المخصص للضريبة ستة لازم يكون فيها رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية سبعة القيمة لازم تكون بالدرهم ولو كانت محولة من عملة ثانية لازم ينكتب سعر الصرف اللي تم استخدامه هاي أشياء بتلقونها في أي فاتورة ضريبية وهالأشياء تزيد من نسبة امتثال المشاريع التجارية للضريبة وتخلي عملية التهرب من النظام الضريبي صعبة وتقلل من التلاعب واستغلال تطبيق الضريبة الحين يدوركم أنكم تطالعون الفاتورة الضريبية اللي تستلمونها وتخبرونا واحدة من هذه العناصر اللي تشفتوها فيها